ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله سيدتنا بمعية ابنتها تعرضت للعنف والضرب المفضل لإصابات بليغة على مستوى الوجه وبالرجوع إلى تفاصيل هذا الحادث الذي شغل اهتمام الشارع المحلي فقد تقدمت سيدة تنحدر من مدينة القنيطرة بشكايتنا لدى المركز التراب للضرك الملك بمركز السخيرات تتهم فيها شخصا ينتحل صفة راق شرعي بتعنيفها خلال حصتنا للرقية الشرعية داخل محله الكائن بولاد عثمان حيث وجه إليها لكمات قوية تركت علامات بارزة على وجهها بعد أن أوهمها أنها طريقة فعالة لطرد الجن كما قام بمعية معاونه بتعنيف ابنتها بعد أن احتجت بشدة على الطريقة العنفة التي تعامل بها مع والدتها وفور توصولها بالشكاية انتقلت عناصر الضرك الملك بسرعة إلى مكان الحادث الزاوية وقامت تحت إشرافنا من النيابة العامة المختصة بإيقاف المشتكابه بمعية معاونه الذين جرى وضعهم تحت تدبر الحراسة النظرية قبل عرضهم على السيد وكيل الملك صباحة اليوم الخميس للنظر في التهم الموجهة إليه